ما هو تفسير قوله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة ويستدل بعض الناس بأن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم جائز لحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه كلمات وأمره بالوضوء طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله التوسل يا أخوانا في اللغة هو التوسط للغير في جلب منفع أو دفع مضر والتوسل مذكور في القرآن في آيتين أي في صورة المائدة وأي في صورة الإصراء في صورة المائدة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون في صورة الإصراء ربنا قال أوليك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الوسيلة كما قال قتادة أي تقربوا إلى الله بطاعته هذه هي الوسيلة وذا تفسير ابن عباس وغير من الصحابة كما قال ابن كثير قال وأجمع العلماء على أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بمرضاته من الأعمال الصالحة والتناب شنو؟ الرماد طيب التوسل فيه مشروع وفيه ممنوع التوسل معنى شنو؟ معنى أنا دائر دعائي ده ربنا يقبلوا دعائي ده عشان ربنا يقبلوا لازم ربنا سبحانه وتعالى الدعاء ده أن أعمل له سبب عشان ربنا يقبلوا به الأسباب المشروعة ثلاثة السبب الأول الأسماء الحسنى والصفات العلا ربنا قال ولله إلى أسماء الحسنى شنو؟ فادعوه بها أنا دائر ربا لنجحني في الامتحان اللهم أنت العليم الحكيم أنت البر الرحيم أنت اللطيف الخبير أنت الودود أنت المنان يا هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نجحني في الامتحان هذا توسل بشنو؟ الأسماء الحسن هذا جائز ده النوع الأول النوع الثاني بالأعمال الصالحة مثلا إنسان راكب في الحافلة والحافلة قاعدت تشحن جمي سكين قال لله يا محسنين في الجيب فيه خمسين جريش جنيه أربعة جنيه المهم الزلم الرقم ينجيبه ودى له لما إزانك في الامتحان قال يا الله يا الله بيقولوا يشيد دفعتها دخال صليك يا الله يا الله حل لي المزالة دي يا الله وفغني أحل المزالة دي هذا يعتبر شنو؟ يعتبر عمل صالح أيضا من القرآن ربنا قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولة فاكتبنا مع الشهدين الإنسان يقول يا الله بيحب لي رسولك صلى الله عليه وسلم يا الله نجحني في الامتحان يا الله أشفي لي أمي يا الله يا الله يا الله ده ما فيه شيء النوع الثالث بدعاء الرجل الصالح وهذا أقلهم يعني أقلا في الدرجة مثلا الإنسان عنده صاحبه زول خير يصلي الصلاوات الخمسة عغيته كويسة وكده وما شرط يكون معصوم من المعاصي يقول يا فلان الامتحانات قربت أدعو لي الله معاك مش انت ذاتك يا فلان عليك الله نجحني في الامتحان مش هو ذاته هو يدعو لي الله وهذا موجود النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وكر الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل يعني الملك بيقول لك آمين انت دعيت لي فلان آمين ربنا يستجيب دعوتك وكمان انت ذاتك الله يديك زيا فهذه شنو هذه لا إشكال فيها بعدها بيجي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية قال إما أن يكون معنى التوسل بالنبي أي بمحبة النبي وباتباع النبي ده مشروع ولا ما مشروع ما فيه حاجة أما التوسل الثاني وهو دعاء النبي حشان كده هو قام استدلة بحديث الأعمى حديث الأعمى ده شنو حديث الأعمى أو الضرير حديث عثمان بن حنيف رواه الترمذ وغيره حديث صحيح أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني أو يعافيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال بل ادعوه فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وأمره أن يركع ركعتين ثم يدعو في هاتين الركعتين بدعاء فيقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضى حاجتي اللهم فشفعني فيه وشفعه فيها يقول لك باس أيها شفت هنا قال شنو قال يا محمد إني أتوجه إليك بنبيك طيب هذا الحديث لا يدل على أن المراد دعاء الرسول من ثلاث أوجه الوجه الأول أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو أول حاجة طلب شنو الدعاء يعني هو الموضوع في شنوه إنه الرسول يدعو ليه وده النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع وهو الدعاء بشنو التوسل بشنو بدعاء الرجل الصالح أو الإنسان الصالح فأولا حاجة طلب من النبي صلى الله سلم شنو يدعو ليه دي أول حاجة نمرة اثنين الرسول عليه الصلاة والسلام خيروا بين أمرين ما بين ثلاث أمور قال له إن شيت دعوت لك وإن شيت صبرت فهو خير لك فهل الرسول بيوعد ويخلف فالزولة اللي بيقول الرسول بيوعد ويخلف ده كافر معناة الرسول بيوعد وما بيخلف والرسول وعدوا بين شنو بين أمرين إما يدعو الله وإما شنو وإما يصبر ويدخل شنو الجنة الشيء الثالث نهاية الحديث إنه قال اللهم فشفعني فيه لأن الشفاء الشفاء معناة الدعاء يعني يا الله أقبل دعائي الركعتين دي أقبل دعائي عشان تشفيني واقبل دعاء الرسول لي في إنه تتقبل ركعتين دي عشان شنو عشان تشفيني هذا هو معنى الحديث ولو كان دعاء لو كان هذا الدعاء معناه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعمى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء لأن الدعاء بلجاه هو المكانة أنا لو قاعد الآن هنا وبيجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا هل جاء هالرسول هنا وفي مكة بيختلف ما كانت الرسول عند الله في السودان وما كانت الرسول في المدينة بتختلف ما بتختلف يبقى ما كان في داعي الأعمى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شنو في محله وخلاصة هذا الحديث إنه توسل إلى الله بدعا شنو الرجل الصالح زي ما جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت لك حديث ابن عباس وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر هذه المرأة كانت درجتها خير من شنو من الرجل وكلهم على خير لكن كانت شنو أفضل ليلة أنها صبرت قالت بل أصبر قالت ولكني أتكشف الصرعة معروفة قالت ولكني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف وده في فائدة أخواننا شوف المردي عفتة كيف سبحان الله رضي الله عنها هي عيانة ومعذورة ربنا قال وليس على المريض شنو ليس على المريض حرج بتسأل تسأل الله تقول يا رسول الله أدعو لي الله إنه أنا ما أتكشف بصبر لكن بس أدعو لي الله ما أتكشف وإن كانت هي حالة تكشفها هذا خارج عن إرادتها الآن في واحدة عديل تمشي من هنا تركب سعة قشرة عشان تتكشف تدعو الله أن يعينها على التكشف تقول يا الله عام 150 ألف عشان تمشي جبلاء مصيبة من المصايب البلبسوة الناس اليوم كويس؟ فالشاهد الخلاصة أن هذا الحديث هو كحديث هذه يشنو؟ هذه المرأة فكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أراد أن يبين مكانة هذه المرأة يقول من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة ويحكي قصته فخلاصة الحديث أنه توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح أيضا كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت المواشي الآخر فادعوا الله أن يسقينا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال وما في السماء قزعة قزعة يعني قطعة سحاب ما فيه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فما نزل عن المنبر حتى يعني قال ما استطعنا الرجوع وكما قال الشاهد من الكلام أن هذا توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح